السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد تحسين من قناة الصرشاجة ازايكم عاملين ايه لو تفتكروا من كان فيديو كنت عملت ليه انت محتاج ساعة جي ليه انت محتاج ساعة جي شوك والحمد للفيديو ده لقيت عليه شوية لايكات كده والناس كمان كلمولي برايفت قالوا لي يا محمد احنا مثلا فعلا محتاجين نلبس ساعة جي شوك بس انت ترجح لنا ايه فرنج مثلا من كذا لكذا والحمد لله قلت له المهم احنا النهاردة هنتكلم عن ازاي تثبت الشاعة جي شوك وبالاخص اللي هي جي شوك جي اي وان هندرد جي شوك جي اي وان هندرد او جي اي مية اللي هو موديل الساعة الجي شوك وهنتكلم ازاي تثبت الطايم بتاعه دي مبدئيا ثانيا لو انت اول مرة تشوفني واول مرة تعادي على القناة فانصحك انك تنزي تتفرج على الفيديو هير بس انا 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 بقول لك ولا تعمل لي لايك ولا تعمل لي شير ولا تعمل لي اي حاجة انا عايزة بس تنزل تتفرج على الفيديوهات لو عجبك حاجة ياريت تدعمني باشتراك في القناة عشان كمان لو انت ملكش في الساعات ممكن تهتم بالساعات وممكن تهتم بحاجات دانية كتير زي مقتنيات اللي هي الاثار الفريدة زي مثلا الانتيكات وحاجازة كتير ان شاء الله ان شاء الله ناوي ان احنا نعمل اكبر مجموعة من الوطن العربي ان احنا نجمع فيهم الساعات ومحب الاثريات زي مثلا المقتنيات زي حاجات كده فضيات وحاجات زي كده فلو حضرتك مهتم ياريت تدرب لايك وتعمل اشتراك في القناة واتمنى اتمنى ان تابعني الاخر الفيديو جايز تتعلم حاجة ان شاء الله ولو مش عاجبك ممكن تنزل في الفيديوهات اللي تحت دي ان شاء الله تتابع حاجات كتير اه وشكرا لكم ويلا نروح ايه نعمل الساعة زي ما انتم شايفين هنا يا جماعة الساعة هي عرب الثواني تحت اهو والتاريخ والتاريخ اهو 24 ستة احنا عشان نصبط الطايم هنيجي على الزرار ده اللي مكتوب عليه المكتوب عليه كلمة تمام وهندغط عليه لمدة اربع ثواني او ثلاث ثواني اهو اه ابتدى يظهر ايه ابتدى يظهر كايرو وابتدى يظهر تاع لما نيجي ننقل هننقل بالمود برقب بزرار المود هندغط على المود اهو اهي احنا في كايرو اهي ثواني انا بس بحاول لنا اصبط ايوة كايرو احنا كنا دلوقتي دي انتوا عايزين اتنشر الاربع وعشرين ده لو عايزين تصبطوا الثواني لو عايزين تصبطوا الثواني بتضغط كده كده صفرتها تاني اهي بعد كده لو عايز اهو احنا دلوقتي عشرة اه الساعة دلوقتي عشرة لو انت عايزها مسلا وليكن على اتناشر او على واحدة تروح مزود تزود بالفورورد تزود بزرار الفورورد تزود او تنقص بالريفيرس تزود بزرار الفورورد لو دست على الفورورد على رقم حداشر حداشر هيبقى اتناشر انا بحاول بس ان بس انعكاس الضوء ايوان اهو اتناشر عشان بس انعكاس الضوء والله انا عايز اثبتها لكو زبطة كويسة اتناشر واحدة عايز بس اثبتها زبطة كويسة سوائن واحدة اتنين تلاتة تمام هندوس برضو على زرار المود لو انتوا عايزين هتعملوها على تلاتاشر او اربعتاشر يعني ده 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 ايه تزودوا هي او تقللوا من فوق تقللوا بالرورس او تزودوا بالفورورد في زرار تحته ورورسه هو ده اللي بيقلل ده اللي بيزود عايز تنقل تاني تنقل احنا النهاردة سنة الفين وتسعتاشر اهي الفين وتسعتاشر اهي اه وهنا اربعة وعشرين ست رقم اه تاريخ اربعة وعشرين ست فلو جيت اه الفين وتسعتاشر عايز تزودها لاما تطلع فوق او تنزل تحت تزود تحت او تنقص من فوق وتيجي على رقم ستة اللي هو شهر ستة لو عايز اذا تعليه اللي هو من تحت او من فوق وتيجي على ربعة وعشرين وهكزا ودي دي اللي هي اللي هي لو انت عايز النور يبقى اول ما تدوس عليه يعني يعمل زي لحظات او تخليه تلت ثلاث ثوان او تلت ثوان وتروح نقل كايرو بقى لو انت عايز اثبتها على كايرو او على اي بلا تاني وتروح دايس على كلمة ادجست كلمة احنا ابتلت بيها وهننتهي بيها هندوس كلمة احنا زبطناها على كام على الساعة تلاتة اهي يا جماعة الساعة جي شك بتتزبت اوتوماتيك ما بتتزبتش بزرار من هنا زي الاكرة لو بتتزبت باكرة او انت شايفها باكرة تتعرف ان دي اه تتعرف ان دي كوبي على طول اهي اهي واحنا زبطناها كده طب احنا عايزين نرجعها في في العادي هنروح دايسين على ادجست تمام دوسنا على ادجست شوية كده وبعد كده ننقل لحد ما نوصل لل احنا بنتنقل بكلمة مود بنتنقل بكلمة مود احنا خليناها تلاتة لا احنا عايزين نرجع نخليها التاني على الساعة عشر تمام كده وبعد كده احنا زي الفل احنا كده تمام قوي احنا كنا زبطناها اساسا كل حاجة احنا ملعبناش فيها اربين وتسعتاشر عربعة وعشرين ستة الدنيا تمام دي بس احنا دي اللي احنا زودناها وخلاص على كده ندوس كلمة ندوس على كلمة احنا زبطناها على عشرة ورابة تمام بس كده والنور هو زودناه اللي احنا خلناه يقعد اكتر من ثانية بقى يقعد ثلاث سوان النور بس كده احنا واخيرا بعد ما عرفنا نزبط الساعة ازاي وان يعني ايه وازاي نزبط التاريخ ما انا عارف انا عارف ان الموضوع ده كان صعب على ناس كتير او بحس ان الناس كتير ما كدش تفهم يعني ايه تزبط الساعة وكدش بتعرف التابعة يعني تزبط التاريخ او تزبط اه الساعة مسلا وكانت مقدمة دقيقتين او تلت دقائق وخصوصا ان هي ما فيهاش اكرة زي اوتوماتيك هي كل زبطتها اوتوماتيك فاتمنى لو عجبك الفيديو فعلا فعلا واستفدت منه اتمنى تضغط لايك وتعمل لنا اشتراك في القناة ان شاء الله ولو عجبك اكتر يريد تشاركوا ما بين اصدقائك واتمنى اتمنى اكتبعنا على طول وتعمل اشتراك في القناة لان احنا عايزين نكبر القناة دي وعايزين نخليها اكبر قناة مختصة في التخسيس وفي الساعات وفي كذا حاجة تانية ممكن نتزود الانتيكات انا على فكرة شكرا جدا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم محمد تحسين